يعاني العالم العربي منذ سنوات من مشكلات عدة كيف ترى وضعها الآن بعد الأزمات العالمية؟ وضعنا كوضع الدنيا كلها يعني إحنا نخضع لكثير من المؤثرات الخارجية ولكن أنا دائماً أستشهد بالحكم الصيني الصين عمره 7000 سنة وأنا أتعلم الحكمة من الصين الصين فيها حكمة تقول لا أحد أن يستطيع لا أحد يستطيع أن يركب على دهرك إلا إذا انحنيت فأحنا وضعنا هو بقدر ما نحن نقرره أنا ما زلت قلق لأن أمتنا العربية لم تقرر مش إلى مع أي طرف تنحاز مش هذا الموضوع أبداً لأنه أنا في تصوري وفي تقديري أن العالم سيصبح بقيادة مشتركة ما فيش تنحازي هنا طبعاً فيه علاقات ونفوذ مختلف ولكن الآن العالم العربي ضايع ينتظر نتائج الأمور وإحنا هاي مشكلتنا دائماً إنه ننتظر النتائج ولكن أيضاً يجب أن نتذكر أن الحرب فيها رابح وخسران الحرب مش كل فيها خسران إحنا نتذكر أغنياء الحرب اللي بنوا ثرواتهم كلها أثناء الحرب فالحرب فيها فرص أيضاً ويجب أن نقرر في كل دولة كيف نستغل هذه الفرص لنخرج فيها منتصرين ترجمة نانسي قنقر